بناء على دعوة من واشنطن يأتي هذا الاجتماع المنعقد في العاصمة الامريكية جولة سابعة تمتد اليومين من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة تزرى مباحثات رفعة المستوى اليوم وغدا وبناء على الجولة الاخيرة من المشاورات رفعة المستوى سيكون لدى الفريقين اتصالات معمقة حوال القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة وحسب مصادر فان واشنطن وبكين بدأت في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهم المبدئية تجاه ابرز المشكلات في نزاعهم التجاري وذلك في افضل تقدم حتى الان نحو انهاء الحرب التجارية المستمرة منذ سبعة اشهر ويسعى البلدان للتوصل الى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي في الاول من مارس لانتهاء هدنة التسعين يوما التي اتفق عليها الرئيس الامريكي مع نظيره الصيني في قمة بالارجنتين وتبادلت الدولتان صاحبة اكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات مما تسبب في ابطاء النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة سلاسل الامداد وعمليات التصنيع ويواجه البلدان مجموعة من الخلافات في قضايا اساسية من ابرزها النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة التكنولوجية وحقوق الملكية الفكرية الى جانب الخدمات والعملة والزراعة والقيود غير الجمركية على التشارة